حساب أقل درجة وأعلى درجة هناك دالة أخرى للقيام بهذا العمل بعد اختيار الخلية التي نريد أن نحسب فيها أقل درجة وهي الخلية المستهدفة نضغط على الأدوات التي في شريط الأدوات بالسهم الذي بجنب السقبة ثم نختار الحد الأدنى وهو المنمم أي أن يقوم باستخراج المنمم من القيمة الصغرى لمجموعة الأرقام وللتمثل الاختبار الأول لكل الطلبة أي نريد أن نستخرج أقل درجة في الاختبار الأول لكل الطلبة أي أقل طالب في هذا الاختبار ثم إشارة الصح نقوم بإدراج نفس العملية بالنسبة للاختبارات الأربعة وأيضا المجموع والمعدل كما نرى هنا أعلى درجة أيضا نختار الخلية ثم نقوم بالضغط على المؤشر الذي بالتشمب المربع السقمة نختار الحد الأقصى وهو الماكسيموم في الإنجليزية أي ماكسيموم حد أقصى نقوم بالضغط عليه ثم هنا يعطى لنا الخلية التي في الأعلى وهي أقل درجة بشكل افتراضي نقوم بإعادة تحديد المدخلات بهذا الشكل ثم نضغط على إشارة الصح لاستخراج أعلى درجة وهي 90 درجة في الاختبار الأول نكرر العملية بالنسبة للاختبارات والمجموع الكلي والمعدل أيضا إذا أردنا أن نستخرج أعلى وأقل درجة للمجموع الدرجات والمعدل أم إذا كنا نريد فقط للاختبارات نقوم بإزالتهم ونكتفي بهذا الحساب الذي أمامنا للاختبارات الأربع ترجمة نانسي قنقر